اشتركوا في القناة أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ونعوذ بك اللهم من كل علم لا ينفع ومن كل قلب لا يخشع ومن كل نفس لا تشبع ومن كل دعبة لا تسمع ثم أما بعد فما زلنا في شرح حديث جبريل المشهور من رواية عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأخذنا هذا في اللقاء الماضي وهو أن الإسلام هو يكون بالأعمال الظاهرة وذكر أركانه وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ثم قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه وعجبهم من ذلك أنه يسأله ويصدقه لأنه جرت العادة أن الذي يسأل يجهل المسألة الذي يسأل يجهل المسألة ولكن هذا على خلاف السائل الجاهل فإنه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إذا أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صدقت فهو يصدقه وهذا هو إعجابهم وعجبهم أنه يسأل ويصدق على خلاف السائل الجاهل الذي يسأل من أجل أن يتعلم ما يجهله قال فأخبرني عن الإيمان إذن بدأ بالإسلام ثم ترقى إلى السؤال عن الإيمان ثم بعد ذلك سيترقى إلى السؤال عن الإحسان فهنا قال فأخبرني عن الإيمان سأله عن الإيمان والإيمان سبق أن عرفناه لغة وإصطلاحا وذكرنا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك وهو أنه قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وذكرنا من خالف منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان وهنا عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإيمان ذكر أركانه فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان وعن أركان الإيمان والركم الأول هو الإيمان بالله قال أن تؤمن بالله أن تؤمن وتعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق الرازق المحي المميت المدبر له الأسماء الحسن الحسنى الصفات العلاء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن أولا أن تؤمن بالله وأن تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى وبعبادته وحده دون سوى قال أن تؤمن بالله وملائكته والملائكة والملائكة هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم الله عز وجل من نور وهم عباد مكرمون يسبحون يسبحون الليلة والنهار ولا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والله عز وجل وكل الملائكة بوظائف وبأعمال ووكل جبريل عليه السلام بالوحي وكل ميكائيل بإزال المطر ووكل إسرافيل بالنفخ في الصوق ووكل خزنة النار بالنار ووكل ملك الموت بقض الأرواح وهكذا فنحن نؤمن بالملائكة من عرفنا وعلمنا اسمه نؤمن به بعينه ومن لم نعرف اسمه نؤمن به إجمالا فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بالملائكة إلا إذا آمن بالملائكة وأنهم موجودون خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وعباد مكرمون قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه الركن الثالث وكتبه وهنا أتى بصيغة الجمع وكتبه وفي بعض الروايات وستأتي معنا إن شاء الله وكتابه وكتبه المراد الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وهذه الكتب وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وآخرها القرآن فالتوراة أنزل على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف صحف إبراهيم وموسى الصحف على إبراهيم والقرآن الكريم على محمد عليه وعلى الأنبياء الصلاة وأتم التسليم كذلك نؤمن نحن بهؤلاء الرسل الذين علمنا أسماءهم نؤمن بهم إيمان عينيا بعينهم والذين لم نعرف أسماءهم نؤمن بهم إيمانا إجمالا قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فأيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم كذلك يكتضي أن تؤمن بكل الرسل السابقين وكذلك من كفر برسول واحد كفر بكل الرسل من كفر برسول واحد كفر بكل الرسل ولذلك الذين كفروا من الأقوام الذين كفروا برسلهم السابقين فكفرهم بواحد كفرهم بكل الرسل عليهم الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم قال واليوم الآخر واليوم الآخر وهنا وصف اليوم بأنه آخر فهو آخر أيام الدنيا سمي يوم لأنه آخر ووظف له آخر لأنه آخر أيام آخر أيام الدنيا فما بعد الدنيا إلا إلا الآخرة وهو اليوم الآخر ويبدأ اليوم الآخر من بعد موت الإنسان من حياة البرزخ حياة البرزخ ثم بعد ذلك البعث والنشور والحساب والعارض والميزان والمروء على الصراط ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار فكل هذه الأمور بعد وفاة الإنسان تدخل في اليوم الآخر قال واليوم الآخر ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وهنا نلاحظ أنه أعاد الفعل مع القدر أعاد الفعل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم قال وتؤمن وتؤمن بالقدر خيره وشره فأعاد أعاد الفعل مع الإيمان بالقدر للاهتمام والاعتناء بشأن القدر للاهتمام والاهتمام بشأنه وهو لم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن بكتبه وتؤمن برسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشره وإنما أعاد الفعل فقط مع الإيمان بالقدر للاهتمام والاعتناء بشأن القدر ثم إن الحديث سيق من أجل هذه الجملة من أجل هذه الجملة وهي الإيمان بالقدر خيره وشري لأنه سبق في أول حديث مرود القصة التي من أجلها ساق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث أبيه فهو ساق هذا الحديث من أجل هذه الجملة وهي قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي بعض الروايات زياد حلوه وحلوه ومره وحلوه ومره وسبق في بداية كلامنا في هذا الحديث أن تكلمنا عن القدر وأن فيه لغتان مشورتان القدر والقدر وذكرنا كذلك في اللقاء الماضي والذي قبله كذلك مذهبها للسنة والجماعة في أليمان بالقدر ومن خالفهم من الجهمية والجبرية ولا داعي للإعادة مرة أخرى قال وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني الخير والشر كله من الله سبحانه وتعالى لا كما يقولون كما يقول القدرية المتأخرة وهو أنهم فرقوا بين الخير والشر فجعلوا نسب الخير لله سبحانه وتعالى والشر إلى غيره وأما المذهب الصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة فنؤمن بالقدر خيره وشره فكله من الله سبحانه وتعالى قال صدقت قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان إذن ترقى إلى المرتبة الثالثة وهي السؤال عن الإحسان والإحسان معناه الإتخان أحسن بمعنى أتقن أحسن العمل يعني أتقنه وأخلصه وجعله خالصا لله قال فأخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هنا ركنين للإحسان ذكر ركنين للإحسان الركن الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى الركن الأول هو عبادة الله سبحانه وتعالى قال أن تعبد الله كأنك تراه وهذا هو الركن الأول وهو العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى إذا عبد الإنسان ربه عز وجل وكأنه يرى ربه كأنه يراه فسيزداد في عبادته سيزداد خشوعه وخضوعه في عبادته وفي تعبده لله سبحانه وتعالى فهذه المرتبة الأولى أما المرتبة الثانية وهو الركن الثاني قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهي المراقبة وهي المراقبة إذن الركن الأول من أركان الإحسان هو العبادة الركن الأول العبادة والركن الثاني المراقبة وهي قول فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إذا لم تستطع أن تكون في المرتبة الأولى وهي المشاهدة فتنتقل إلى المرتبة الثانية وهي المراقبة وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبك وأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا يخفى عليه شيء فإذا علمت أن الله يراقبك وأن الله مطلع عليك فإنك ستخضع وتخشع كذلك في عبادتك لله سبحانه وتعالى وهنا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه الجملة فيها جوامع الكلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم فإنه يقول الكلمة أو الجملة قليلة الألفاظ ولكن معانيها كثيرة وكبيرة كما هنا قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني وصف وبيّن الإحسان هو بهذين الركنين أن تعبد الله العبادة بالمشاهدة أو بالمراقبة العبادة بالمشاهدة أو بالمراقبة ولو أراد الإنسان أن يتكلم عن هذه الجملة لتكلم الساعات الطوال ولن يفيها حقها العبادة فقط وهي العبادة وهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لو أراد الإنسان أن يقف عند العبادة وعند مفهوم العبادة وشروط العبادة ومتى تقبل العبادة لأخذ وقتا طويلة فهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم موتي جوامع الكلم وهذا من جوامعه صلى الله عليه وآله وسلم هذا من جوامعه فإن هذه الجملة وهي وألفاظها قليلة ولكنها تشتمل على معاني كبيرة وعظيمة قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة فأخبرني عن الساعة المراد بالساعة يعني يوم القيامة المراد بالساعة يوم القيامة قال فأخبرني عن الساعة يعني عن يوم القيامة يعني متى متى الساعة كما ورد في بعض الروايات في بعض الروايات متى الساعة وما وقت الساعة يعني يسأله عن وقت الساعة وهنا جبريل عليه السلام عندما سأل عن الساعة قبل أن يسأل عن أمارتها لفائدة وهي وإلى الأصل أن يبدأ بالعلامات ثم بعد العالمات متى تقوم الساعة ولكنه بدأ بالسؤال عن الساعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل كثيرا عن متى قيام الساعة متى ستقوم الساعة قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فكان نبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فلذلك أول ما بدأ جبريل فسأله عن الساعة وعن وقت الساعة حتى ينزجر السائلون عن هذا السؤال حتى يسجر السائلون عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وقت قيام الساعة لأنهم كانوا يكثرون السؤال عنها يكثرون السؤال عنها ومتى ستقوم الساعة قال أخف أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو الذي أسل وهو هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام فعلم الساعة عند الله سبحانه وتعالى لا يعلم الوقتها ولا يعلم وقت قيامها إلا الله فالله سبحانه وتعالى أخفاها عن كل أحد حتى عن الملائكة عن كل ملك مقرب وعن كل رسول مرسل أخفى وقت قيام الساعة فلا يعرف قيامها ولا يعلم قيام الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن قال الله عز وجل أكاد أخفيها أكاد أخفيها وظاهر هذه الآية فاصة كلمة أكاد ظاهرها أنه لم يخفيها أكاد أخفيها يعني كاد أن يخفيها يعني اقترب أن يخفيها فظاهر الآية أنه لم يخفيها قال أكاد أخفيها لكن بالرجوع إلى كلام المفسرين وما ذكره الإمام الطبي رحمه الله تعالى في تفسيره وذكر الأقوال في معنى قوله أكاد أخفيها قال أكاد أخفيها عن نفسي أكاد أخفيها عن نفسي أي من شدة من شدة إخفائها كاد أن يخفيها عن نفسه قال أكاد أخفيها يعني عن نفسي وهذا هو القول الذي رجحه الإمام الطبري وهو القول الصواب وهو القول الصحيح قال أولى الأقوال بالصواب هو من قال أكاد أخفيها عن نفسي فهذه قيام وقت قيام الساعة هذه لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى مما ساثر الله سبحانه وتعالى بعلمها فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسال قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائلي قال فأخبرني عن أمارتها قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هنا في قوله ما المسؤول عنها ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يستفاد منه أن العالم والمفتي إذا سئل عن مسألة وهي تخفى عليه ويخفى عليه جوابها فإنه يقول لا أعلم وكون يقول لا أعلم هذا ليس ليس نقصا لا يعتبر نقص ولا عيب في هذا العالم أو في هذا المفتي الذي يقول لا أعلم وإنما العيب والنقص كل النقص أن تجيب عن مسألة وأنت لا تعلمها فتفتي فيها على جهل فتظل وتظل غيرك وهذا هو الخطأ الكبير ولذلك ما أكثر من يفتي في زماننا هذا بل أكثر من يتسرع في الفتوى ويعجل بالجواب يمكن قبل أن ينتهي السائل من سؤاله فهذا على خلاف هذه الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا كل واحد يرجع المسألة إلى آخر إلى الآخر حتى تعود إلى الأول حتى تعود إلى الأول فلذلك لو سئل طالب العلم أو العالم أو المفتي سئل في مسألة وهو يجهلها وتخفى عليه في ذلك الوقت عند السؤال فيقول لا أعلم فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل فهو لا يعلمها فلم يجب فكذلك الإنسان إذا سئل مسألة تخفى عليه ويجهلها فمن ورعه وتقواه من ورعه وتقواه أن يقول لا أعلم حتى لا يجيب بخطأ فيظل فيظل غيره قال فأخبرني عن أمارتها أمارتها بفتح الهمزة أمارة بفتح الهمزة عندنا أمارة بفتحها وعندنا إمارة بكسرها فالأمارة العلامة والإمارة بكسر الهمزة من الإمارة يعني الرئاسة الإمارة من الإمارة يعني الرئاسة فهنا قال فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة وهنا يعني ورد بالإفراد عن أمارتها كما هنا قال فأخبرني عن أمارتها وورد كذلك فأخبرني عن أماراتها عن أماراتها وعن أمارتها والأمارة هي العلامة أي أخبرني عن علاماتها العلامات التي تدل على قرب الساعة فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين له هذه العلامات وهذه الأمارات فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تلد الأمة ربتها وهنا في كلمة ربتها فيها روايات أخرى أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربها وأن تلد الأمة بعلها فعندنا ثلاث روايات عندنا ثلاث روايات أن تلد الأمة ربتها وأن تلد الأمة ربها بالتذكير وأن تلد الأمة بعلها الأمة الإماء السراري الإماء السراري والسراري جمع والمفرد منه السرية المفرد السرية بضم السيل أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها أو مالكتها هذا على رواية التانيث وأن تلد الأمة ربها أي مالكها وسيدها مالكها وسيدها وأن تلد الأمة بعلها كذلك البعل يرد ويراد به المالك والسيد البعل فيه له معنيان يأتي بمعنى الرب والمالك الرب والمالك قال الله تعالى أتدعون بعلا أي ربا فالبعل يأتي بمعنى يأتي بمعنى المالك ومعنى الرب ويأتي بمعنى الزوج ويأتي بمعنى الزوج ونسأت إلى المعنى لهذه الجملة قال أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها هنا كما قال أكثر العلماء هو إخبار عن السرار وأولادهن إخبار عن السرار وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها الولد ابنها من سيدها هذه صارت أم ولد السيد إذا وطأ ملك يمينه الأمة إذا وطأها فحملت منه وأنجبت صارت أم ولد صارت أم ولد فهنا يقول هذا إخبار عن كثرة السرار وأولادهن فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لماذا؟ لأن هذه الأمة هي مال لهذا الإنسان وهذا المال صائر إلى ولدي الأمة هذه هي مال للسيد وللأب ومال الأبي سينتقل إلى ابنه فصار ابنه منها سيدا لها قال فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها الولد الابن ابنها صار بمنزلة السيد لماذا؟ لأن المعروف أن هذه الأمة هي مال وهذا المال سينتقل إلى إلى الابن إلى الولد فصار الابن بمنزلة السيد وهذا الابن قد يتصر في مال يتصر في مال أبيه إما بتصريح وإما بقرينة الحال إما أن يأذن له بالتصرف أو بما يعلمه بقرينة الحال أو عرف الاستعمال هذا القول الأول القول الثاني أن الإماء يلدن الملوك أن الإماء يلدن الملوك يعني يكون ابنها ملكا فعندما يكون ملكا فهو سيدها وسيد بقية الرعية فهي من رعاياه أم هذه من رعاياه يعتبر سيدا يعتبر سيدا لها فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته القول الثالث قيل أن أحوال الناس تفسد تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان يكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشترين حتى يشتريها إمنها ولا يدري يعني في آخر الزمان يكثر بيع أمهات الأولاد فتشترى وتنتقل هذه الأمة من مشتر إلى آخر إلى أن تأتي إلى أن تنتقل إلى ابنها فيشتريها وهو لا يعلم أنها أمه وهو لا يعلم أنها أمه فيشتريها إذن يكثر بيع الأمهات في آخر الزمان فيكثر تردادها في أيدي المشتري حتى يشتريها ابنها ولا يدري أنها أمه وهذا القول لا يحتمل فقط أنه خاص أو لا يختص بأمهات الأولاد فإنه كذلك متصور في غيرهن فإن الأمة قد تلد ولدا حرا من غير سيدها بشبهة من الشبه يطأها آخر بشبهة فتحمل وتلد ابنا له فيكون هذا حر أو ولدا رقيقا بنكاح أو بزنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي المشترين حتى يشتريها ولدها وهو لا يعلم أنها أمه فيكون هذا أعم وأكثر من تقديري في أمهات الأولاد يدخل في أمهات الأولاد والإماء الأخريات كذلك هذه الأقوال هي أفضل وأصح ما قيل في معنى قوله أن تلد الأمة ربتها هناك قول من يقول أنه في آخر الزمان يكثر عقوق الوالدين يكثر عقوق الوالدين فتجد الإبن أو البنت تعقوا أباه وأمه وتعقوا أباها وأمها ويعاملون الآباء والأمهات معاملتهم للعبيد معاملة السيد لعبده وهذا يدل على كثرة العقوق في آخر الزمان بمعنى أنه ليس هناك بر بالوالدين ولا احترام ولا تقدير فتجد الإبن يعق أباه ويعامله معاملة العبد الرقيق وكذلك البنت عامل أمها وأباها معاملة الأمة وهكذا في قوله أن تلد الأمة بعلها قلنا أن البعل فيه معنيان المعل أول أن تلد الأمة بعلها يعني مالكها وسيدها ويدل عليه قول الله تعالى أتدعون بعلا أتدعون بعلا أي ربا أي ربا وعليه فعندما نقول المراد بالبعل هو المالك والسيد والرب فيدخل فيه المعاني السابقة التي ذكرناها وعلى القول الثاني أن تلد الأمة بعلها يعني زوجها وهذا قول كذلك قال به بعضها العلم لكن القول الأول هو الأظهر بمعنى أنه يكثر بيع السراري حتى يتزوج يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدري أنها أمه أن تلد الأمة بعلها يعني زوجها بمعنى أنه يكثر بيع السراري فتكون هذه الأمة أمه تشترى وتتداول بين المشترين فتنتقل من المشتر إلى آخر إلى أن يشتريها ابنها وهو لا يدري أنها أمه وهو لا يدري أنها أمه وهو معنى صحيح لكن القول الأول هو الأظهر وهو الراجع هذا الحديث قوله أن تلد الأمة ربتها لا يستفاد منه أن نهي عن بيع أمهات الولد ولا يستفاد منه كذلك الإباحة لا يمكن أن نستدل به لا يمكن أن نستدل به على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا يستدل به كذلك على أن نهي عن بيع أمهات الأولاد وبيع أمهات الأولاد هذه مسألة أخرى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يخبر عن علامات الساعة وعن أشراطها وهذه الأشراط لا يلزم منها أن تكون محرمة أو مباحة قد تكون محرمة وقد تكون جائزة فالأشراط الأخرى التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل لا يفهم منها أن العمل محرم فكذلك لا يستفاد من هذا الحديث إباحة بيع الأمهات ولا يستفاد منه كذلك العكس تحريم بيع الأمهات وإن كان بيع الأمهات وقع خلاف بين العلماء فيه هل هو حرام أو لا بل الخلاف وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم والقول الراجح والصحيح أنه يحرم بيع أمهات الأولاد ولذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا كانت عنده أمة فإنه إذا وطأها فإنه يعزل لماذا حتى لا تحمل لأنه يريد أن يتصرف فيها فلو حملت وأنجبت فلا يتصرف ببيعها فكانوا يعزلون عند الجماع بهن من أجل أن لا تحمل هذه الأمه حتى لا تكون أمه ولد فهيريد أن يستمتع بها ويريد أن يبيعها ويتصرف فيها بيعا وشراءا وورد في حديث جابر رضي الله عنه وهو في سن أبي داود صحف الشيخ الألباني قال جابر قال كان نهينا عن بيع أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد عمر حتى في عهد أبي بكر نهينا عن بيع أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر حتى كان عهد عمر فنهانا فانتهينا فنهانا فانتهينا فدل على أن النهي نسخة ولكنهم ما كانوا يعلمون بنسخ حرمة بيع الأمهات بالنهي عن بيع الأمهات ولكن عمر رضي الله عنه عندما نهاهم انتهوا عندما نهاهم انتهوا قال فنهانا فانتهينا وهذه مسألة أخرى قال وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذه كذلك علامات أخرى لقيام الساعة ولأشراطها قال وأن ترى الحفاتة والمراد هم أهل البادية الذين يسكن البادية وغالبا يكونوا فقراء يكونون فقراء يقول وأن ترى الحفاتة الحفاتة الذي لا يجد ما ينتعل به العراه الذي لا يجد ما يلبسه الذي لا يجد ما يلبسه ويسر به بدنه العالة أي الفقراء العالة يعني الفقراء رعاء الشاء رعاء هنا بكثري الراء رعاء الشاء وهم الرعاء رعاة الشاء يعني الغنم رعاة الإبل والبقر والغنم قال هنا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان بمعنى أن هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون ما ينتعلونه ولا ما يلبسونه وفقراء يرعون الغنم والشياه وكانوا يعني فقراء ثم عندما انتقلوا من البادية إلى المدن ودرسوا وتعلموا ثم توظفوا وفتح الله عز وجل عليهم فصاروا أغنياء ثم صاروا يتطاون في البنيان فإجد الواحد منهم عنده العمارة أكثر من دور ثلاث أدوار أربع أدوار قد تصل إلى عشر أدوار بل قد تصل إلى أكثر من ذلك قد يكون عنده برج وهو كان لا يملك شيئا كان في البادية من الحفاتي الرعاء رعاء الشاء العراتي العالة صار من الذين يتطاولون في البنيان وهذا موجود الآن وهذا موجود الآن لكن هل معنى هذا أن الإنسان يحرم عليه أن لا يتطاول في البنيان لا نعم هي من أشراطها ومن علاماتها ولا نقول له أن تخليك في مكانك في باديتك وخليك على فقرك ورعيك لغنمك ولا تدرس ولا تتعلم ولا تدخل المدن ولا تتوظف ولا ولا لا وإنما هذه علامة من علامات علامة من علامات قيام الساعة ولا يحرم أن الإنسان يبني بيتا بل يتطاول في البنيان هذا ليس حراما ليس حراما أن يبني الإنسان ويتطاول في البنيان ويبني عمارة ذات أدوار متعددة بل أبراج فليس معنى هذا أن هذا حرام وإنما هي علامة من علامات قرب الساعة قال وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم قال ثم انطلق قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم قال ثم انطلق أي هذا السائل هذا الرجل الذي لا يعرفونه لا يعرفونه وليس وليس عليه علامات وليس عليه آثار السفر حتى يقول جاء من مكان من البادية ما عليه آثار السفر فقال ثم انطلق يعني هذا الرجل غير المعروف عندهم ثم انطلق قال عمر رضي الله عنه فلبثت مليا ورد رواية لبثت ولبث فلبث ولبثت وكلاهما صحيح قال فلبثت مليا المليا هو الوقت الطويل الملي مليا يعني وقتا طويلا وورد عند أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث وفي شرح السنة البغوي قال بعد ثالثة وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليالي بمعنى أن عمر رضي الله عنه لم يعرف من هو هذا السائل ومن هو هذا الرجل إلا بعد ثلاث ليالي إلا بعد ثلاث ليالي قال فلبثت مليا ومليا هو الوقت الطويل وفسرت الرواية الأخرى التي عند أبي داود الترمذي هذا الوقت الطويل بثلاث ليالي وكذلك في شرح السنة الإمام البغوي فسرت هذا الوقت الطويل بثلاث ليالي لكن ورد في حديث أبي هريرة وسيأتي معنا إن شاء الله عز وجل بعد قليل ورد في حديث أبي هريرة ورد في حديث أبي هريرة بعد هذا قال ثم أدبر الرجل قال ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي الرجل فهنا قال أدبر الرجل الرجل معرف معرفة وليس موهم ما قال الرجل قال أدبر الرجل ثم قال النبي ردوا علي الرجل فدل على أنه يريد الرجل بعينه فلو قال ردوا علي رجلا لكان أي رجل ممكن يرد لكنه قال ردوا علي الرجل يعني الرجل الذي كان عنده قال في حديث ابي هريرة هذا قال ردوا علي الرجل قال فاخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا ذهبوا ليردوه ليرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا احدا لم يروا شيئا لم يروا شيئا فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل هذا جبريل إذن في رواية أبي هريرة أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحال بأن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام قال هذا جبريل إذن عندنا رواية عمر رضي الله عنه ظاهرها يتعارض مع رواية أبي هريرة ظاهر رواية عمر فإنه قال بثت مليا أي وقتا طويلا وفسرت هذه الرواية رواية أبي داود والترمذي والباغي وشرح السنة أن الوقت المليء الطويل هذا ثلاث ليال ورواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأنه جبريل في الحال إذن روايتان ظاهرهما التعارض رواية عمر التي معنا الآن ورواية أبي هريرة التي ستاتي معنا إن شاء الله عز وجل التي ستاتي معنا إن شاء الله عز وجل فظاهرهما التعارض وكلا الروايتين صحيح فإذا عندنا روايتان ظاهرهما التعارض فإننا نجمع بينهما إذا أمكن الجمع فإن كان الجمع أولى يعني كون نعمل بالحديثين نجمع بينهما ونعمل بالحديثين أولى من أن نعمل بأحدهما ونترك الآخر فهنا ممكن الجمع بين هاتين الروايتين وهي أن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه خرج مباشرة من المجلس خرج مباشرة من المجلس قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اسم هذا الرجل خرج وهو لم يعرف اسمه ولم يعرف من هو الرجل فأخبر فأخبر الجالسين الجالسين الذين لم يخرجوا وما زالوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الحاضين في الحال بأن هذا هو جبريل ثم أخبر عمر رضي الله عنه بعد ثلاث ليالي سأله عمر رضي الله عنه يا رسول الله من السائل أي بعد ثلاث بعد أن لبث طويلا فقال جبريل عليه السلام ولذلك عمر رضي الله عنه كما ورد أنه كان يتناوب مع رجل من الأنصار كان يتناوبان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلم فكان أحدهما يكون مشغولا في ضيعته وفي أعماله ويذهب الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس عنده ويستمع له ويتعلم منه ثم يأتي إلى الآخر فيخبره بما تعلم وهكذا ففيه تناوب كان بين عمر وبين وبين غيرهم الأنصار فعمر رضي الله عنه ما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد ثلاث ليالي فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن السائل هو جبريل عليه السلام وعليه فيكون لا تعارض بين حديث عمر وبين حديث أبي حريرة رضي الله عنه الذي سياتي معنا بعد قليل إن شاء الله عز وجل قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فإنه جبريل جبريل خبر إن فإنه الضمير فإنه اسمها وجبريل خبرها وأتاهم كذلك خبر ثاني فإنه جبريل أتاكم يعلمكم وجملة يعلمكم جملة حالية يعلمكم دينكم ودينكم مفعول به قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وفي بعض رواية هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فيفهم من هذا أن الإيمان والإسلام والإحسان كلها تسمى دين الإيمان والإسلام والإحسان كلها تسمى دين وقد بينا في اللقاء الماضي أن هذا الحديث من أصول الإسلام وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك كقول ابن دقيق وقول القرطبي رحمهم الله جميعا فهو حديث عظيم تضمن أصول الإسلام وفيه فوائد عظيمة من فوائد هذا الحديث ولم نذكرها هذه الفائدة سابقا وهي أن جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيصدقه جبريل فدل على أن جبريل يعلم هذه يعلم الإجابة عن هذه المسائل يستفاد من هذا لو أن إنسانا في مجلس من المجالس ومعهم عالم أو طالب علم وهو يعرف مسألة من المسائل لكن الجالسين معه لا يعرفون هذه المسألة ويريد أن يتعلموها فلا مانع أن يسأل هذا العالم بهذه المسألة أن يسأل الشيخ أو أن يسأل العالم عن هذه المسألة من أجل أن يجيب عنها فيستفيد منها الحاضرون الذين يجهلونها قال هنا أن فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسأل عنها أن يسأله عنها ليحصل الجواب للجميع وكذلك يعني ينبغي من الفوائد أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل وأن يدنيه منه فإن جريع عليه السلام جاء اقترب وأدناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه ولم ينكر عليه أنه عندما اقترب منه ووضع كفيه على فخذيه وإنما رفق به وكذلك ينبغي على السائل أن يتأدب أن يتأدب في سؤاله وأن لا يسأل الأغاليط التي يراد بها التعجيز أن لا يسأل الأغاليط التي يراد بها التعجيز وإنما يسأل أشياء التي هو يحتاجها يحتاجها في دينه قال بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامن الجحدري وأحمد بن عبدتا قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق الوراق سمي بالوراق لأنه كان يكتب المصاحف كان يكتب المصاحف فقيله الوراق عن عبد الله بن بوريدتا عن يحيى ابن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسنادي وفيه بعض زيادة ونقصان ونقصان أحروف هنا يعني قال فحججت مع أنهم كانوا قارنين كانوا قارنين لكن هنا قال فحججت ذكر صفة واحدة وهي الحج فيدخل فيها العمرة تدخل فيها العمرة قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن وهنا أتى بأنا لتأكيد الضمير المرفوع وهو الفاعل حتى يصح العطف عليها حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وحجة ورد فيها اللفظان اللغتان ورد بكسر الحاء وورد بفتحها حجة وحجة ولله على الناس حج البيت فالكسر هو المسنوع من العرب والفتح هو القياس قال وساق الحديث بمعنى حديث كهمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف يعني بمعنى أنهم يعني خلافهم في الروايات في التقديم والتأخير وفي الزيادة والنقصان لأمرين الأمر الأول أنهم كانوا يرون أن هؤلاء الرواه كانوا يرون الحديث بالمعنى أنهم كانوا يرون الحديث بالمعنى ويجوز تجوز رواية الحديث بالمعنى عند جمهور المحجثين تجوز رواية الحديث بالمعنى والأمر الثاني أن هؤلاء الرواه يختلفون في الحفظ فكل واحد يذكر ما حفظه كل واحد يذكر ما حفظه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شو من زيادة وقد نقص منه شيئا كسابقه أنهم يرون الحديث بالمعنى ويزيدون وينقصون بحسب قوة حفظهم قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى ابن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وإلى هنا انتهينا الآن من طرق حديث عمر انتهينا من طرق حديث عمر ونقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادة والإخلاص في القول والعمل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وليبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة